نراقب وإياكم تحركات الذهب للأسبوع الثالث له وعلى التوالي يحقق مكاسب مستفيد بالتأكيد من التوترات الجيوسياسية وزخم الصراع في المنطقة على خلفية الحرب في غزة ماذا عن الذهب؟ يتجه صوبة الألفي دولار للأونسة ولكن هذه العتبة عليها مقاومة فنية واضحة وبالتالي هل سيصمد الذهب عند هذه المستويات؟ وهل ستدفع لدينا التوترات الذهب أن يبقى الملاذ الآمن؟ يبدو أنه سيجد بعض من المد والجزر وخاصة مع بيانات أمريكية تدفع بالدولار الأمريكي للارتفاعة وبالتالي يتأخر الذهب في إعطاءنا الألفي دولار للأونسة ومع ذلك على المستوى الأسبوعي الذهب يسجل ثالث قراءة من الارتفاعات له المخاوف من تصعيد الحرب بين إسرائيل وحماس وارتفاع شدة أيضا التوترات هي التي تدفع للذهب أن يحقق هذه المكاسب وهي الأعلى في خمسة أشهر نتج إلى حركة المؤشر على الذهب وانظروا إلى جلسة السابع من أكتوبر تحديدا الشموع اليابانية تشير لدينا التفوق واضح وارتفاع حتى الجلسات التي كان فيها نوع من جن الأرباح كانت جلسات الشمعة كانت فيها محدودة وبالتالي كانت عمليات جن أرباح محدودة على الإغلاقات ثم تعود لتفتتح لدينا بمكاسب قوية وبالتالي انتقلنا من مستويات الألف وثمانمائة دولار للأنصة أعطينا تقريبا زخم من حدود 180 إلى 200 دولار للأنصة مكاسب بسبب هذا التوتر طبعا أتحدث عن القراءة منذ السابع من أكتوبر وهو تاريخ اندلاع عملية توفان الأقصى هذا فيما يتعلق بتحركات الذهب في أسبوعها الثالث على التوالي